بسم الله الرحمن الرحيم السيدات السادة أعضاء مجلس الوزراء السادة المستشارين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على بركة الله نبدأ جدوى العمال الجلسة الاعتيادية الأولى لمجلس الوزراء لعام 2024 يوم الثلاثة اثنين واحد ومن خلال المجلس الوزراء توجه للشعب الحراقي بالتهنئة والتبركات بمناسبة عام الميلادي الجديد سألين المولى القدير أن يكون عام خير وأمان واستقرار وازدهار أخوات الأخوة الأعزاء احنا أطلقنا عام الإنجازات على عام 2024 وهذا بالتأكيد يأكد على مسيرتنا في بناء الثقة والإفاء بالوعود والعهود أمام أبناء الشعب هذا الخطاب والمسار الذي اخترناه منذ اليوم الأول بعد التصويت على الحكومة وتبني البرنامج الوزاري بأولوياته الخمسة وأكدنا أن هذه الأولويات هي التي سوف تكون أهم المعايير لتقييم عمل الحكومة وبدأنا خطواتنا العملية على صعيد القرارات والإجراءات والجهد المتميز والذي بذل طيلة أكثر من عام كله هو في سبيل بناء هذه الثقة أنه إحنا وعدنا أكد أولويات خمسة راح نشتغل عليه هذا ما يعني أنه نترك باقي ملفات الدولة لكن بحكم الحسابات المنطقية الموضوعية أكد أهداف حددناها أكد وقت أكد تراكمات أكد مساحة على المستوى المالي القانوني على ضوء هذا كله إحنا راح نتحرك وننفذ هذه الأولويات لذلك التركيز على الأولويات أمر مهم ويكون أمامنا حاضر في كل يوم في كل لحظة ونراجع شن هي الخطط اللي التزلنا فيها حتى ننفذ أولوية الخدمات شنو الإجراءات المطلوبة من عدنا حتى نثبت أولوية مكافحة الفساد الإداري والمالي شنجزنا من عنده بكرة نسائل خصوصا أنه عندنا جهة رقابية من حقها على الحكومة من حقها أنه تحاسف هذه الحكومة والدقق في هذا البرنامج الذي تعاهدت به إذن البرنامج والتأكيد على الأولويات أمر مهم وأحنا نستعد لإطلاق التقرير النصف سنوي الثاني في هذا الشهر ولكل مطالب بمراجعة الفرق اللي موجودة في الوزارات في مسألة وضع الفريق بما تحقق من مستهدفات ومنجز بدأنا ببرامج تتعلق بالإصلاح الاقتصادي والمالي والمصرفي وقطعنا خطوات مهمة على مستوى الصناعة قلنا هذه الفرص اللي موجودة في مؤتمرين على مستوى الزراعة دخلنا بخطوات لأول مرة يوم أمس أنا ارتقيت أنه أزور مزرعة من المزارة وانتبهت في مجمل الحديث مع الفلاحين حالة الوعي المتميزة عند المزارعين والفلاحين يقدر ناقش هنا مسألة الدعم المدخلات والمخرجات هم يطالبون تأكيد على دعم المخرجات الفلاحين مو المدخلات يقول لي أن هذه توصل لنا احنا المزارعين الحقيقيين هاي احنا لي نحتاجها هذه مفردة تشجعنا أنه نمضي بتحويل هذا الدعم الغير مدروس إلى دعم المخرجات حتى النشط العملي الزراعي الصناعة المجال استثمار الغاز والمشاريع اللي تم إقرارها وتنفيذها كنا نتعاون القضية مو قضية خص وزارة النفط ونعوفها جهة قطاعية لأنه استثمار الغاز يعني مزيد من الأموال التي نحن بأمس الحاجة إليها حتى نوظفها لقطاعات الصحة التربية السكن باقي المجالات إصلاح المالي والمصرف وقاعد يشوفون بشهادة كل المؤسسات المالية الدولية تعترف وتقر أنه العراق وضع أسس سليمة لإصلاح هذا القطاع الذي لم يشهد أي خطوة عملية طيلة عقود من الزمن طيلة عقود أرجع أقول مو فقط بعد 2003 الثمانينات والتسعينات في حروب وحصار بعيدين عن المؤسسة المؤسسات المالية الآن بدأنا نتعامل مع المؤسسات المالية وبنوق مراسلة ومصارف عالمية التي تدخل وأكو مؤشر آخر هو مؤسسات التمويل الآن تنطي ضوء أخضر لكل الشركات العالمية اللي يريد التمويل وعدك مشروع بالعراق أنطيك هذا أخوة ما ينطيب مؤسسات التمويل قرض بدون ما يحسب حسابات المخاطر اللي تترتب على هذا المشروع إذن هذه القطاعات يعني إحنا مو خليناها مفردة ونتركها كون نتابحها قلنا خلنتحول للدفع الإلكتروني ولنبدأ بالحكومة وإجراءاتها يعني اليوم نجعل عدة جبايات حكومية كل وزارات يفترض انتهينا من هذا الموضوع ما ريد نسمع وزارة أو هيئة أو مؤسسة أو محافظة بعته بالسياقات القديمة للدفع الكاش النقدي لا كل الجوانب والبطيات والإجراءات والقرارات والشركات التشجعات كلها بهذا الاتجاه فمن الآن إلى منتصف عام 2024 ماكو وزارة ماكو مؤسسة ما تعمل بالدفع الإلكتروني في البداية كانت بداية قلنا نخير نعطي للجهات خيارة الكاش والبيو لا الآن ماكو فقط الدفع الإلكتروني ومجبر هو يجي يغطني هذه أكدنا على الخدمات ليش لأنه تطلعات وآمال المواطنين كلها تباو على الخدمات الخدمات ثم الخدمات حسنها ونطورها ونقدم الأفضل للمواطن وهذا يدفعنا أنه الرسخ مفهوم إتمام الواجب ماكو شي متلكي إحنا انتفقنا هذه الحكومة بمشاري حلي قرها الجديدة ما نسمح لأي مشروع يتلكي وينضاف إلى القائمة الطويلة من المشاريع المتلكية أبدا المشاريع المتلكي أصلا اللي موجودة من 2008 2009 10 و13 هذه مطلوب من عدنه وكون نخفض هذا العدد إلى أن ينتهي تماما كونه باب للهدر المال العام اندثار تأخير تعطيل خدمة شتى الأسباب التي تدفعنا أنه فعلا نجعله هدف وننهي هذا الملف المهم بالتأكيد هناك من لا يرتضي النجاح أكو تبرز بين الحين والآخر قوة ممانعة من أي جهة كانت داخلية خارجية لكن إرادتنا عزيمتنا أن نمضي بقوة ولا نلتفت ولا نسمح ولا نسمح لأي قوة داخلية خارجية أن نتعيق عملنا في تنفيذ واجبنا لأنه يبدو المنجز هذه الصورة التي بدأت تكتمل قد تغيظ الباب أو يحاول أن يعرقل هذا العمل فعلى جميعا لا يلتفت ولا تسمعون لهذا الضجيج المبتعل الذي يصدر من هنا أو هناك ترى هدفه هو التشويش عليكم إيقافكم أكو رعب خوف من هذا المنجز ومن هذا العمل نحن نحترم الرأي الآخر ونحترم النقد المهني البناء وعلينا أن نسمع كل الأصوات اللي معانا واللي ممعانا واللي عترأي هذا واجبنا لكن الأصوات الهدامة المرجفة المشككة أبدا لا تنتبهوا لهم لا تضيع وقتك وياهم ولا دقيقة هذه الدقيقة يمكن أنت تشيل تليفون بها على مدير عام وتوجهه أفضل بكثير مما أنا أصرفها على هذا المعطل والمغرف ما أعرف أكو ناس يغيظ أنه يتقدم البلد ويتحرك وينجاح فشنو يدفعنا أنه ننتبه لهؤلاء أبدا وأي قوة أيضا نتحاول دخل البلد في متاهات هذه ما نسمح إحنا مسؤوليتنا الشرعية الوطنية الأخلاقية خدمة الشعب والعراقيين بدون استثناء بدون تمييز مصلحة العراق أولاً وأخيراً أمامنا عام كامل يبترف ما نتقيد بالجداول الإنجاز والمخطط ومرتبط بالوضع الاقتصادي والخدمي وهذا أكدنا على أهميته أيضا ما تعهدنا به من إقامة انتخابات محلية ولله الحمد واحد من أهم الصور المشرقة لإنجازات هذه الحكومة أنجزنا هذا الاستحقاق أيضا بشكل مميز واستثنائي على مختلف الأصعدة قياسا للممارسات الانتخابية بعد 2003 نتاج هذه الانتخابات حكومات محلية مجالس محافظات ومحافظين وهؤلاء شركائنا في كل ما تحدثنا فيه في البرنامج الخدمي الاقتصادي جزء لا يتجزئ من المنظومة الإدارية للدولة العراقية بعد 2003 وترجمة للامركزية اللي هي مبدأ دستوري محترم فعلينا أنه نتنافس معهم في تقديم الخدمة مون الدافع مون نتقاطع نقدم لهم كل التسهيلات والدعم ضمن صياق الدستور والقانون ومتطلبات البرنامج الحكومي لأنه كل مشروع ينجز مدرسة أو مستشفى أو خدمة تنجز من قبل محافظة أو وزارة أو هيئة هو منجز للدولة هي خدمة سوف يستشعر بها المواطن العراقي وهذا هدفنا واتنا مسلحة البطلة بمختلف مسمياتها وصنوفها كانت داعمة لخططنا لهذا البرنامج ينتحدث عنه البرنامج الطموح وإضافة إلى دورها ومهامها في إنفاذ القانون والحفاظ على الأمن والاستقرار يبقى وجودها ودعمهم عامل أساسي في تحقيق برنامجنا التنفيذي مؤسساتنا الرقابية مدعوة أكثر من أي وقت وضاء للاستمرار بدورها الرقابي المهني ونحن ندعمها في ملاحقة الفساد واسترداد المال العام أحنا اللي لازم نبادر بالذات الوزارات وما فيها من إمكانيات وموارد دائما ما تكون هدف للفاسدين يفترض أحنا بإجراءاتنا نحن موظفين بإجراءات شفافة واضحة وسليمة وبنفس الوقت نتعاون مع المؤسسات الرقابية في إطار العمل المهني اللي يخدم هدف مكافحة الفساد احنا أجرينا تقييم حقيقي على مستوى الإدارات العامة المدراء العامين في كل الوزارات والهيئات والمحافظات وكذلك الوكلاء والمستشارين وتقريبا شارفنا على النهاية وأيضا نحن أمام تقييم للوزراء وما أنجزوه خلال هذه الفترة وهي فترة كافية جدا حتى نقف على حقيقة هذه الأداء بهذه الطريقة نقدر نرشد أداءنا بالشكل الصحيح لنفذ برامجنا ما رح نستهدف شخص بقدر ما ريد نقوم الأداء والحصول على أفضل المنجزات ترجمة نانسي قنقر موسيقى